أخيراً يا دكتور هشام رجلتت حضرتك للشيرة بالتقسيط أشتري إيه واشتري إزاي للأسر ويعني كمان يعني الأفراد اللي بيتعاملوا لأنه كتير نظام التقسيط بيبقى المنقذ الوحيد للموقف طيب هتفق فيه أمرين تحدثت عنهم الضيفة الكريمة اللي كانت بتتحدث فيه مسألة دكتور رانيا الموري رقم واحد ترتيب الأولويات رقم اتنين أنه مهم يبقى فيه سقف للتقسيط يعني مهم كمان قبل ما نتكلم على الشيرة بالتقسيط نتكلم على توزيع منطقي للاستهلاك توزيع منطقي للدخل يعني جزء للمأكل والمشرب جزء للملبس جزء للمسكن جزء للخدمات ودعاية الصحية جزء للتطفيه وما إلى ذلك مهم جداً أنه حب الشوبينج وحب التقسيط أو الشيرة السلع حتى لو أساسية ودونية أصلاً أنا بدفع كاش بتواجع بحس بالفلوس لكن طول ما أنا ما بدفعش كل الفلوس مرة واحدة ما باخدش بالي طيب خلينا أوضح أنه الوجع بيكون أكبر في التقسيط لأنه الكاش عادةً تكلفته هي تكلفة الفايدة في القطاع المصافي إلا أنا سهلة أضع رفع لكن تكلفة التقسيط ولو اتأخرت كمان في تسديد القسط بيبقى فيه غرورات ده هو مبدئياً حتى وانت ملتزمة مبدئياً الألم والوجع في حالة التقسيط بيبقى أعلى بس إحنا مش واخدين بالي زي المريض اللي عينه هو مش واخد باله الأمر بيبقى صعب جداً في حالة لو فيه أزمة بعض أزمة قصادية أو الظروف اللي احنا بنمر به وعشان كده دوماً نقول أنه حزاري من مزيد من الاستسهال في التقسيط وقت ما بيبقى فيه ظروف ضغطة على المجتمع ككل لأنه الضغوط بيتيجي مع بعضها في وقت واحد احنا كلنا عندنا ضغوط ممكن يكون في الظروف اللي احنا فيها الدخل بيقل الأعصار بتزيد كان عليها التزامات في وقت الرحاء مستمدة معي وقد تتزايد وقد تشيد وبالتالي ده اللي بيخلق مزيد من المشاكل مش بس بقى الاقتصادية لكن كمان الاجتماعية وده الحقيقة أمر بيبقى ضغط على الأسر على المجتمعات ككل إنه بيبقى فيه عيب إحنا ما كناش حاسين به أصبح هذا العيب ضغط علينا فده أسباب وإضراره كبيرة جداً ده قد يؤدي لي الحراف قد يؤدي لي فساد قد يؤدي لي علاقات أسرية متوترة وما إلى ذلك فحزاري جداً إنه هذه القارات اللي هي في الأساس قارات الاقتصادية مهم جداً إنه قارات الاقتصادية تأخذ بمزيد من الهدوء مزيد من التقييم والدراسة المسألة قد تبدو إنها سهلة وبسيطة وتكلفتها مش حاسين بيها لكن واقع العمل هي تكلفة كبيرة بس إحنا اللي مش عارفين لا بنعطي الوقت الكافي في التقييم والدراسة ولا بنتمهل عشان نفكر إلى أي مدى القارة اللي أنا بقدو دلوقتي ومتخيل إنه سهل قد يكون أضراره كبيرة جداً في المستقبل القريب ترجمة نانسي قنقر